جمهورية مصر العربية في ورشة تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين العرب كما شهدت توقيع وزارة السياحة والأطار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية وإنعاش قطاع السياحة عقب جائحة كورونا وشاركت أيضا وزيرة التعاون الدولي في فعاليات توقيع اتفاقية بين الحكومة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة مليار ومئة مليون دولار وأعلنت الوزارة عن قيام شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بضق مليون دولار في شركة نواء المتخصصة في القطاع العلمي